السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن حقائق علمية أغرب من الخيال رقم واحد هل تعلم أن الدماغ البشرية تستقبل حوالي 11 مليون معلومة في السنة ولكنه لا يستوعب منها غير 40 فقط اتنين إذا قمت بحفر نفق مستقيم داخل القرى الأرضية وقفزت داخله فسوف تستغرق 42 دقيقة و 12 سنة لكي تصل إلى الطرف الآخر من الأرض تلاتة السحاب في الحقيقة سقيل جدا فسحابة رقامية متوسطة الحج قد يصل وصنها إلى وزن حوالي 80 في البالغ أربع الصواعق تحتوي على طاقة كبيرة للغاية فساعقة واحدة من البرك تحتوي على طاقة كافية لتحميص 100 ألف قطعة خبز رقم خمسة لعاب الإنسان يحتوي على مسكن للآلام يسمى أوبيور فيلم وهو أقوى بست مرات من مسكن الآلام العادي مروفين المعروف ستة يقوم جلد الإنسان بتجديد نفسه 900 مرة خلال مدة حياة الشخص سبعة يزيد الهواء الذي يملأ غرفة متوسط الحجم حوالي 100 تاوند وهو ما يعادل 45 كيلو جرام تمانية يمكن للحمام البركانية أن تندفع بسرعة عالية للغاية قد تبلغ سرعة كلب الصيد تسعة يمكن لخليط دم حمراء أن تنهي دورة حياة كاملة في جسمك خلال 20 سنة فقط عشرة أقوى مخلوق على وجه الأرض هو البكتيريا المسببة لمرض السيلان الجنس المعروف باسم البكتيريا المقورة حيث يمكنها أن تدفع أجسام تزيد عن وزنها بمقدار 100 ألف مرة حداشر لكل إنسان على وجه الأرض طبعة لسان مختلفة كبصمة الإصبع تماما يتميز بها عن غيره وكفيله وكفيلة بتحديد هويته اتناشر الجانب الأكبر من الغبار المتواجد في المنازل يتكون من الأصل من بقايا الجلد الميت لساكنيه تلاتاشر صوت البطة هو الصوت الوحيد الذي لا يسمع له هدى صوت ولم يستطع العلماء معرفة سبب ذلك حتى الآن أربعة عشر الإنسان والنمل هما الكائنان الوحيدان على الأرض اللذان يكونان جيوشا ويذهبون للحرب بشكل منظم خمستاشر هناك حقيقة علمية تؤكد بأن الإنسان عند أول ثلاث سوان يستيقص فيها يكون فاقد للزاقرة ويفقد خمسين في المية من الأحلام التي يحلم بها عندما كان نائما ستاشر قلب الإنسان يميل إلى الجهة اليسرى من الجسم بينما قلب الحيوان يتوسط صدره سبعتاشر الشخص النشيد نسبيا يمشي حوالي سبعتلاف وخمسمائة خطوة كل يوم وإذا ما تم الحفاظ على هذا المعدل يوميا حتى بلوغ تمانين عام من العمر سيكون قرقام بحوالي ميتين وستاشر مليون خطوة في حياته وبقليل من الحسابات سنجد أن الشخص العادي يمشي مية وعشر ألف ميل خلال حياته وهو ما يعادل المشي خمس مرات حول الأرض تمنتاشر خسرت الأرض حوالي خمسين في المية من إجمالي عدد الحيوانات البرية خلال آخر أربعين عام